موسيقى الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية التركية ويؤكد أن نزع فاتي للتوتر المتصاعد في المنطقة يكمن في إنفاذ وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة مصر تنفي مزاعم الاحتلال بشأن وجود أنفاق عاملة على الحدود مع غزة وتعتبر هذا الحديث هروبا من الإخفاق الإسرائيلي في قطاع غزة الخارجية الإيرانية تستدعي رؤساء البعثات الدبلوماسية لتأكيد الرد على إسرائيل وسلطات الاحتلال تدرس تنفيذ ضربة استباقية وقائية ضد إيران السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جرينيتش نشطا إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري مرحبا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح سيسي أن الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الضقة والخطورة بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة وخلال لقائه وزير الخارجية التركية هاكان فيدان شدد الرئيس عبد الفتاح سيسي على أن سبيل نزع فتيل التوتر المتصاعد يكمن في تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي لإنفاذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وخلال استقباله وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي طلع الرئيس سيسي على التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح سيسي السيد هاكان فيدان وزير خارجية تركيا والوفدة المرافقة له وحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وسفير تركيا بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية التركي نقل للسيد الرئيس تحيات وتقدير الرئيس رجب طيب أردوغان وهو ما ثمنه السيد الرئيس مشيدا بنتائج زيارة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي والتي أسست لانطلاقة إيجابية في العلاقة بين الدولتين وتم في هذا الصياق استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تم تأكيد التطلع لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا بما يمثله من نقلة في مسار التعاون الثنائي على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وبما يعكس العلاقات التاريخية بين الشعبين ويعزز التنصيق والتشاور بين الدولتين بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء ركز على مستجدات الوضع الإقليمي ونذر التصعيد الخطير في المنطقة حيث أكد السيد الرئيس أن الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة مشددا على أن سبيل النزع فتيل التوتر المتصاعد يكمن في تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولية لإنفاذ وقف إطلاق النار فورا بقطاع غزة وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والديبلوماسية مشيرا إلى تحذير مصر مرارا من خطورة توسع نطاق الحرب على نحو يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين وكذا مقدرات شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها وقد توافقت الآراء خلال اللقاء بشأن خطورة المشهد الإقليمي وتمت إدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية كما تم استعراض آخر مستجدات الجهود المصرية المتواصلة والمكثفة للتوصلي لاتفاق لوقف إطلاق نار وتبادل المحتجزين وشدد السيد الرئيس على أن التطورات الإقليمية لا يجب أن تضغى على جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذين يعانون من أوضاع معيشية وصحية غير إنسانية وفقدان لأبسط مقاومات وأساسيات الحياة كما تم تأكيد ضرورة الدفع بحل جذري وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967 بما يحقق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة على نحو مستدام كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج حيث عرض السيد وزير الخارجية التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضحا أن التقرير تضمن كافة المبادرات والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية أشار إلى أن العام الجاري شهد استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والجهات الوطنية وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوي الإعاقة ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية وإنشاء صندوق قادرون باختلاف والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان فضلا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني بهدف تنفيذ أنشطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لذات الغرض وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ثمن في هذا الإطار الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكافة الجهات الوطنية موجها بمواصلتها على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة لاستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز كما وجه السيد الرئيس بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات ذات الصلة ومواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية بما يضمن التحصن الحقيقي والمستدام مع استمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات وخطط والسياسات العامة للدولة ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات عقد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي جلسة مباحثات ثنائية مع نظيرة تركية كان فيدان تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعضة والتنصيق المشترك حول التحديات الإقليمية والدولية وعقبت هذا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين حيث بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والارتقاء بها والتنصيق بشأن الوضع في غزة وجهود وقف التصعيد في المنطقة بأكملها أعلن وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي البدء فورا في التحضير لمجلس التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركية كان فيدان أكد عبد العاطي أنه تم الاتفاق على تكثيف العمل معا وخاصة وأن لدى القاهرة وأنقرة إمكانات للوصول بالتبادل التجاري لمستويات مرتفعة أولى الأوضاع بالأراضي الفلسطينية أعلن وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أن مصر وتركيا تعملان معا على خفض حتة الصراع والتوتر بالمنطقة نتيجة الأغتيالات السياسية التي نرفضها وبشكل كامل كما أكد عبد العاطي أنه تم مناقشة مستجدات المساعي المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وحول الأوضاع في ليبيا قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أنه ناقش مع وزير خارجية تركيا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين لحل الملف الليبي وأكد عبد العاطي أنه تم التوافق مع تركيا على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من جانبه يكد وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وأضاف فيدان أنه تم الاتفاق على ضرورة الوصول إلى 15 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين قال وزير الخارجية التركية في هذا الإطار هاكان فيدان أن أنقرة لن تدخر أي جهود في تقديم الدعم الكامل لكل من مصر وقطر في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأكد وزير الخارجية التركية أن الوحشية الإسرائيلية كشفت عجز النظام الدولي في ظل عدم محاسبتها على جرائمها في قطاع غزة عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لاستعراض ملامح الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وخلال الاجتماع أكد مدبولي أنه يجري العمل على إعداد خطة عاجلة للنهوض بها وذلك استغلالاً لما تمتلكه مصر من مقاومات وإمكانات تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي مؤكداً حرصت دولة على تعزيز دور القطاع الخاص في هذا الصدد ما يسهم في تعميق الصناعة المحلية والنقل والتوطين لأحدث التكنولوجيا المطبقة على المستوى العالمي في قطاع الصناعة وكذا إتاحة المزيد من فرص العمل كما أكد مدبولي أنه سيتم عرض محاور ومكونات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة على الرئيس عبدالفتاح سيسي تمهيداً للاعتماد والبدء في تنفيذها على أرض الوقع وجاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزارتي الصناعة والمالية لوضع تصور محدد لبرنامج دعم الصادرات يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لمضاعفة الصادرات خلال الفترة القادمة والوصول إلى رقم 100 مليار دولار سنوياً في عام 2030 وخلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج دعم الصادرات الوطنية أكد ضرورة سرعة صرف مستحقات المصدرين حيث لا يتجاوز ذلك مدة ثلاثة أشهر وأن يكون هناك التزام أيضاً بالمتأخرات على فترات سداد محددة للمستحقين مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة وكذا الحصول على أرض جديدة هذا وأعلن مدبولي الانتهاء من التشغيل التجريبي للمنظومة المميكنة لدعم الصادرات مع الاستعداد حالياً للإطلاق الرسمي لها عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وزير المالية أحمد كوجك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة شهد الاجتماع استعراض نتائج زيارة وزير المالية للعاصمة البريطانية لندن والمصاري الإيجابي للقائه مع المستثمرين الدوليين بعدد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن كما عرض كوجك عدداً من نتائج التنصيق الفاعل بين وزارة المالية والبنك المركزي هذا إلى جانب دور الوزارة الجوهري في استكمال برنامج الطروحات الحكومية عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة عمل منظومة تسجيل المسبق للشحنات إي سي آي وتم خلال الاجتماع استعراض تحليل لمختلف قيم ويحجم البضائع المسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات وذلك خلال الفترة من الأول من أكتوبر آم 2021 وحتى الحادي والثلاثين من يوليو عام 2024 إلى جانب قيم البضائع المتراكمة والمفرج عنها خلال الفترة من الأول وحتى الحادي والثلاثين من يوليو الماضي خلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تتولى مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم واستفاد بها غيرهم مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المتربحين من هذه السيارات التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقرة بعدد من رجال القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية يأتي اللقاء في إطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العام للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا التي ترتبط بالقوات المسلحة التقى الفريق أول عبد المجيد سقرة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال المنطقة الغربية العسكرية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والذي يأتي في إطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة بدأ اللقاء بكلمة ألواء أركان حرب هاني مسعد شبانة قائد المنطقة الغربية العسكرية قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها اللامحدود لمقاتل المنطقة الغربية العسكرية مؤكدا أن رجال المنطقة دائما في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية القتالية مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وألقى الفريق أول عبد المجيد سقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور مؤكدا أن أمن مصر وسلامتها يكمن في الحفاظ على قواتها المسلحة قوية قادرة على مجابهة كافة المخاطر والتحديات مشددا على أن الجيش المصري جيش قوي ورشيد مهمته الأساسية الدفاع عن حدود الدولة المصرية وحماية مقدرات شعبها العظيم والحفاظ على الأمن والاستقرار للنهوض بالدولة المصرية مشيرا إلى أن أفراد القوات المسلحة هم نتاج خيرة شباب هذا الوطن الذين تم اختيارهم وفق محددات وضوابط عديدة تحقق الوصول لأفضل العناصر لنيل شرف خدمة الوطن مضيفا أن من المهام الأساسية للقوات المسلحة التدريب الجاد والواقعي للوصول بمستوى الاحترافية لتنفيذ أي مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف وأشاد القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة الغربية العسكرية وما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهامهم وحماية بوابة مصر الغربية ضد أعمال التهريب والتسلل عبر الحدود بالإضافة إلى أي عدائيات في ظل التهديدات التي تمر بها المنطقة وطالبهم باليقظة الدائمة والحفاظ على الأسلحة والمعدات لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على حدودنا الغربية وفي سياق متصل قام الفريق أول عبد المجيد صخر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية جوا لعدد من نقاط التأمين الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها عقد وزير الداخلية محمود توفيق اجتماعاً مع عدد من مساعد الوزير والقيادات الأمنية تناول الاجتماع مراجعة المراحل التنفيذية لاستراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً مع عدد من مساعده والقيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمراجعة المراحل التنفيذية لاستراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية في بداية الاجتماع عرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني والتي أصفرت عن تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات والتي انعكست على انخفاض معدلات الجريمة مشيراً إلى حالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعيدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات والأحداث التي تشهدها الساحة العالمية موجهاً الشكر لمن أوفى العطاء ومؤكداً على ثقاته في توالي الأجيال على حمل رسالة الأمن مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة في حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة 2024 اعتمدت على الدفع بدماء جديد من القيادات والاستفادة من الخبرات التراقمية والتخصصية لهم وقد وجه وزير الداخلية إلى أهمية مواصلة ترصيخ شعور المواطنين بالأمان من خلال التوظيف الأمثل للإمكانيات المادية والتقنية والإدارة الرشيدة للقدرات البشرية والانتشار الجيد للقوات ونقاط التفتيش والأقوال الأمنية وتحديد نقاط ارتكاز حاكمة لها لضحر المخططات الإجرامية قبل تنفيذها ومواصلة التواجد الفعال للخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والداخلية لتحقيق الانضباط والحفاظ على أرواح المواطنين وكلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بضرورة التواجد الميداني الفعال والعمل المستمر على تزليل أي معوقات للعمل الأمني ونقل الخبرات المتراكمة والتلقين المستمر للعنصر البشري الأمني والعمل بروح الفريق من خلال تكامل حلقات الأداء الأمني وأكد وزير الداخلية على أهمية الحفاظ على المستوى المتميز للأداء الشرطي في كافة القطاعات الأمنية والارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية للتيسير على المواطنين وتعظيم الدور المجتمعي للشرطة والتأكيد على مراعاة البعد الإنساني عند التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية وتصاد الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقا للأطر القانونية معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدراتهم على تنفيذ المهام المكلة إليهم أعضاء الحكومة التي تقف أمامكم لتحظى بثقتكم بمقدمة السفوف قولا وعملا ويجب أن يقدموا المسألة الأعلى في تحمل المسئولية في خدمة الوطن برنامج الحكومة الذي نأمل أن يكون ملبيا لطموحات وآمال المواطنين وأن يكون في مقدمة أولوياته التخفيف عن المواطنين ورفع العبء عن كاهله يتصدر ملف قطاع الطيران المدني أجندة الحكومة الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة للركاب في مختلف المطارات وتنفذ الدولة استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية قطاع الطيران المدني ملف هام يتصدر أجندة الحكومة الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة للركاب في مختلف المطارات وبالفعل تنفذ الدولة المصرية استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية مشروعات تؤكد توجه الدولة الحالية لتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطيران المدني بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات الحكومة الجديدة أعلنت توجود دراسات تتم حالياً لتحديد المطارات التي سيتم ترحوها أمام القطاع الخاص لسعي لتقديم خدمة أفضل للمسافرين مع تحقيق ربحية وهو ما يصب في صالح الدولة المصرية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في مختلف المطارات الحكومة أكدت أن مشاركة القطاع الخاص في الإدارة ستخفف من كهل الأعباء على الدولة المصرية إلى جانب نقل الخبرات المختلفة هذا ويقع على عاتق الحكومة الجديدة دور كبير تجاه قضايا البيئة والتغيرات المناخية يأتي ذلك من خلال تحويل المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام الكهرباء والاعتماد على الطاقة الشمسية كما سيتعين على الحكومة الجديدة في هذا الإطار تقليل الانبعاثات الصادرة عن الطائرات والاتجاه إلى استخدام الوقود الحيوي وصولا إلى صفر انبعاثات كربونية في ضوء الالتزام بكافة التعليمات والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إن التاريخ ستوقف طويلا أمام تلك الحرب يسجل بأساتا كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصانة أو تحقيق الأمن نفى مصدر رفيع المستوى ما تداولته ويتداوله في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطع غزة وأكد المصدر أن ذلك ما هو إلا هروب إسرائيلي من الإخفاق في القطع وأضاف المصدر أن فشل إسرائيل في تحقيق إنجازا في غزة يدفعها لبث الدعاءات حول وجود أنفاق لتبرير استمرار عضوانها على القطع مشيرا إلى أن إسرائيل لا تغض النظر عن عمليات تهريب السلاح من إسرائيل للضفة الغربية المحتلة لإيجاد مبرر للاستلاء على أراضي الضفة وممارسة مزيد من القتل والإبادة للفلسطينيين وشدد المصدر على أن إسرائيل لم تقدم أدلة على وجود أنفاق عاملة على حدود القطع وتستغل الأنفاق المغلقة بغزة لبث الدعاءات المغلوطة لتحقيق أهداف سياسية شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على حي الشيخ ردوان شمال مدينة غزة أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد اثنين في قصف إسرائيلي على بير البلح وسط قطع غزة من جانبها أفادت السلطات الصحية في غزة بارتفاع عدد الشهداء إلى تسعة وثلاثين ألف شهيد وستمائة وثلاثة وعشرين منذ سابع من أكتوبر الماضي فضلا عن سقوط واحد وتسعين ألف وأربعمائة وتسعة وستين مصاب ترجمة نانسي قنقر 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 قبل معبر رفح البرية عددا من الشحنات الإغاثية والإنسانية والدوائية متجهة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم حيث وصل عدد الشحنات إلى ثمانين شاحنة في السياق ذاته لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلية تمارس إجراءات تعصفية لمنع وصول المساعدات من خلال سياسة التباطئ والرفض لعبور عدد من الشاحنات التي تحمل خيام ومعلبات وألبان أطفال المزيد يطلعن عليه مرسل التلفزيون المصري محمد الخطيب دعم مشاهدين الكرام بعد التحية لازلنا نتابع معكم حركة دخول وخروج الشحنة المصرية المتجهة إلى منفذ كرم أبو سالم ثم إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الحصيلة كالآتي ثمانون ثمانية عشر ثمانية أربعة ثمانون هو عدد الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والدوائية والإنسانية والتي توجهت إلى منفذ كرم أبو سالم عبر معبر رفح ثمانية عشر هو عدد الشاحنات التي قام بتفريق حمولتها بالفعل وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري ثمانية هو عدد الشاحنات التي لم تسمح لها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفريق حمولتها ورفضتها تماما وعادت مرة أخرى بكامل هذه الحمولة إلى الأراضي المصرية أربعة هو عدد الشاحنات التي قام بتفريق حمولتها ولكن من الشاحنات التي تحمل محروقات وبدقة أكثر هي شاحنات تحمل غازة إذن نحن أمام تناقص عن عدد الشاحنات التي دخلت بالأمس كنا نتحدث بالأمس عن عبور 106 شاحنات من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية ودوائية اليوم نتحدث عن 80 شاحنة فقط كل هذا يعود إلى الإجراءات التعسفية الكبيرة التي يمارسها الجانب الإسرائيلي والتي تحول دون دخول هذه المساعدات إلى الإشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يعانون من نقص شديد وشح كبير من المواد الغذائية والبترولية وهذه المواد التي تسمح لعمل المستشفيات والمرافق والمراكز الصحية يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو نظمت نقابة الصحفيين بالقاهرة يوما تضامنيا مع الصحفيين الفلسطينيين تضمنت الفعالية فقرات خاصة بالأطفال بالتعاون مع اتحاد المرأة الفلسطينية لتوعية الأطفال بالقضية الفلسطينية إلى جانب عرض فيلم تسجيلي عن فلسطين والقدس وأهم المواقع الدينية والأثرية لدعم الأسرة الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نظمت نقابة الصحفيين بالقاهرة يوما تضامنيا مع الصحفيين الفلسطينيين النهاردة هو يوم من أيام متتالية للتضمن مع عضية الأعضية الفلسطينية مع الشمع الفلسطينيين على كامل أرض الفلسطينية وفي غزة اللي بتعرضوا الحرب إبادة وعدوين مستمر بقى العشر سنين النهاردة يوم من التضامن مع الأسرة ومع قضية عادلة زي كل نحن نتضامن مع كل قضية عادلة بس تزال القضية الفلسطينية بالنسبة لنا وبالنسبة للصحفيين قضية محورية وبالنسبة للشعب المصري ومصر بشكل عام نحن اليوم فعالية ما بين أبناء العاملين في نقابة الصحفيين أخوتنا أخواتنا وإخوتنا صحفيين وأبناء الجالية الفلسطينية في مصر الليوم أعضاء بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عبارة عن برنامج ثقافي توعوي بيحكي عن القضية الفلسطينية بشكل مبسط ومن غير شعرات يعني منعرفهم إيش يعني ألوان عالم فلسطين إيش معنى الكوفية فيلم قصير عن دور الإنسان في دعم القضية الفلسطينية الفعاليات تضمنت فقرات خاصة بالأطفال وذلك بالتعاون مع اتحاد المرأة الفلسطينية إلى جانب عرض فيلم تسجيلية عن فلسطين والقدس وأهم المواقع الدينية والأثرية كنا حافظين أن نرسخ لدى الأطفال أهمية فلسطين وتاريخها تبين هذا من خلال الشرح الكافي لمعالم فلسطين أهمية القضية من ناحية دينية ومن ناحية إنسانية ويجب أن تكون رسالة كل مواطن عربي إنه يحمل قضية الفلسطينية على عاتقه وإنه يدافع عنها حتى تحريرها الأطفال دولتهم الأمل بتاعنا في الوقت الحالي فيه لأ فيه تفاول حلو جداً لما بدنا نشرح عالم فلسطين كلهم كانوا رفعين عالم فلسطين فدي حاجة بالنسبة لنا إحنا حاجة يعني بتدينا أمل إن عالم فلسطين لأ هيفضل مرفوع أنا عرفت النهاردة إن اللون الأحمر هو دم الشهداء وإن اللون السويت ده هو الخوف والرعب إنما اللون اللبيض ده إن هي الصفية إنما اللي أقدر ده هو لون الزرع والزتون إنها مبسوطة جداً مش عارفة إن أصف لكم إزاي أشكركم جداً إنكم بتدونا معلومات عن الخريطة وعن فلسطين أكتر في أكتر ونستفد منكم كثير تأتي هذه الفعاليات بالتوازي مع مخاطبة نقابة الصحفيين مختلفة الجهات والمنظمات الدولية لوقف استهداف الصحفيين إلى جانب ضرورة وقف العدوان في حق الشعب الفلسطيني الشقيق جرمين إبراهيم التلفزيون المصري أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ هجوم جوياً بسرب من المسيرات على مكر قيادة الفرقة الحادية والتسعين شمال إسرائيل أوضح حزب الله في بيان أن الهجوم استهدف تموضع واستقرار ضباط وجنود بقيادة الفرقة وأوقع فيهم قتلى وجرحة من جنيبه أعلن جيس الاحتلال إصابة ضابط وجندي جراء القصف الأخير من الأراضي اللبنانية بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حرائق في أماكن متفرقة بالجليل الأعلى جراء اعتراض عدة صواريخ انطلقت من لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي نلواء كافير أحد ألوية الجيش أنهى تدريباته العسكرية على الجبهة الشمالية استعداداً لسيناريو حرب محتمل وفقاً لمصادر إعلامية إسرائيلية أشارت إلى أن التدريبات حاكت سيناريوهات قتالية على مستويات مختلفة مع التركيز على الحركة في مناطق وعرة والتقدم في محاور جبلية وتفعيل النيران بوتيرة متصاعدة والقتال بمناطق مختلفة ونقل الجرحة استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المقيمين في طهران اجتماعاً مع القائم بأعمال وزير الخارجية علي بقري للتأكيد على عزم إيران الرد على إسرائيل وذلك بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران الأسبوع الماضي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن طهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة إلا أنها تعتقد بأن معقبة إسرائيل أمر ضروري لمنع المزيد من عدم الاستقرار من جانبه قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن إسرائيل اغتالت رجلاً كان يطالب بحقوق شعبه لافتاً إلى أن دولة الاحتلال ستلقى رداً قاصماً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران بدورها قالت وسائل علامة إسرائيلية نتل أبيب تدرس تنفيذ ضربة استباقية وقائية ضد طهران إذا حصلت على أدل قاطعة تفيد بأن الأخيرة تخطط لشن هجوم عليها وأضافت وسائل الإعلامة أن إيران سترد وبكل تأكيد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بدربة صاروقية على مقر إقامته في طهران تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً طريقاً بعد غاد الأربعاء بناء على طلب طهران لمناقشة اغتيال هنية والرد الإيراني ودعت المنظمة الولايات المتحدة إلى التوقف عن دعم إسرائيل مشددة على أن المجتمع الدولي لم يقم بواجبه في حماية استقرار المنطقة المنظمة طالبت المجتمع الدولي بدعم معاقبة إسرائيل بسبب اعتدائها على سيادة إيران دعت مجموعة السبع إلى ضبط النفس وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وضفت المجموعة في بين لها أن الأحداث الأخيرة تهدد بإذكاء نيران الصراع أوسع نطاقاً في المنطقة دعيتنا جميع الأطراف مرة أخرى إلى التوقف عن الانخراط في دوامة العنف الانتقامي المدمر الحالي وخفض التوتر والمضي بشكل بناء نحو خفض التصعيد أصدرت وزارة الخارجية اليابانية تحذيراً حثت فيه مواطنيها الموجودين في لبنان على المغادرة في ضوء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط من جهتها حثت وزارة الخارجية التركية الرعاية الأتراك في لبنان على مغادرة البلاد إذ لم تكن هناك ضرورة لبقائهم وذلك في ظل احتمال تظهور الوضع الأمني هناك وبذلك تلحق اليابان وتركيا بعدد من الدول التي حثت رعاياها على مغادرة لبنان أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ما زالت أخبار نشرة سادسة تتواصل مع حضراتكم من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها على وقع الاحتجاجات رئيسة وزراء بانجلادش تتقدم باستقالتها وقائد الجيش يعلن عزمه تشكيل حكومة انتقالية أعلن قائد الجيش في بانجلادش عزمه تشكيل حكومة انتقالية بعدما قدمت رئيسة الوزراء الشيخة حسين استقالتها وغادرت البلاد إلى الهند تحت ضغط احتجاجات عارمة أكد قائد الجيش عدم الحاجة لفرض حضرة جوال أو تدابير طارئة يأتي هذا غدا تشتباكات أصفرت عن مقتل حوالي 300 شخص في احتجاجات على نظام الحصص المثير للجدل في الوظائف الحكومية اندلعت أعمال شغب واقتحام لمتاجر ونهب على خلفية احتجاجات مناهضة للمهاجرين في بريطانيا قالت الشرطة البريطانية في بيان لها قالت إن تواقمها اشتبكت مع مجموعة من المتظاهرين حاولوا التعدي على فنادق تأوي لاجئين في مدينتي روثرهام وبرمينجهام أسوأ أعمال شغب تشهدها بريطانيا منذ 13 عاما تكسير واقتحام متاجر ونهب على خلفية احتجاجات مناهضة للمهاجرين في بريطانيا المتظاهرون الملثمون المناهضون للمهاجرين خطموا نوافذ في فندق يستخدم لإيواء طالب اللجوء في مدينة روثرهام وامتدت الاضطرابات المرتبطة بمعلومات مضللة عن عملية طعن جماعي شهدتها الاثنين الماضي بلدة ساوثبورت الواقع في شمال غرب انجلترا إلى بلدات ومدن عدة حيث اشتبك متظاهرون مناهدون للهجرة مع الشرطة تمثل هذه الاضطرابات أكبر تحدي يواجهه رئيس الوزراء البريطاني كيرستارمر بعد شهر فقط على توليه منصبه إثر قيادته حزب العمال إلى فوز صاحق على حزب المحافظين حيث حذر محتج اليمين المتطرف من أنهم سيندمون على ضلوعهم في أعمال الشغب وفي مدينة ميدوزابرا في شمال شرق انجلترا دارت مواجهات بين مئات المحتجين وشرطة مكافحة الشغب وقد رشق بعضهم العناصر بحجارة ووفق الشرطة المحلية فقد تم توقيف أكثر من مائة وخمسين شخصا حتى الآن في العديد من المدن الإنجليزية بينها ليفربول ومنشستر وبريستول وبلاكبول وهال إضافة إلى بيلفاست في أيرلندا الشمالية وتعد أعمال العنف هذه الأسوأ في إنجلترا منذ صيف عام 2011 عندما اندلعت أعمال شغب واسعة النطاق في أعقاب مقتل رجل بيد الشرطة في شمال لندن رفعت أستراليا مستوى التهديد الإرهابي لديها من ممكن إلى محتمل مشيرة إلى زيادة في الأراء المتطرفة في البلاد ما أدى إلى زيادة احتمالات التخطيط لهجوم في الأشهر الـ 12 المقبلة وذلك بنسبة تزيد على خمسين بالمائة قال رئيس الوزراء أنتوني البنيز أنه رفع مستوى التهديد في البلاد بناء على نصيحة من الأجهزة الأمنية لكنه أضاف أنه لا يوجد تهديد وشيك بشن هجوم ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بيونج يونج نقلت 250 قادفة صواريخ من الجيل الجديد إلى قواتها المتمركزة على الحدود بين الكوريتين وذلك ردا على الدعاية الصوتية لكوريا الجنوبية ضد النظام الكوري الشمالي أضحت الوكالة أن عملية نقل قواظف الصواريخ تمت في العاصمة بيونج يونج تحت إشراف مباشر من الزعيم كيم جونج أون مع السمرار تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية أعلنت كوريا الشمالية نقل صواريخ من الجيل الجديد إلى قواتها المتمركزة على الحدود بين الكوريتين بعد استئناف سول دعايتها المناهضة لكيم كونج أون عبر مكبرات الصوت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية ذكرت أن مراسم نقل 250 قاذفة صواريخ تيكتيكية من الجيل الجديد إلى القوات العسكرية على الحدود أقيمت في العاصمة بيونج يونج تحت إشراف الزعيم كيم كونج أون الذي أكد بدوره على المضي قدما في تعزيز القدرات الدفاعية لبلاده وتمر العلاقات بين الشمال والجنوب حاليا بواحدة من أكثر الفترات توطرا منذ سنوات حيث لا تزاد الكوريتين تقنيا في حالة حرب لأن النزاع الذي قام بينهما من 1950 إلى 1953 انتهى بهدنة وليس باتفاق سلام حملة الدعاية الصوتية ضد النظام الكوري الشمالي أثارت غضب بيونج يانج التي سبق أن هددت لسهداف مكبرات الصوت الكوري الجنوبية بمدفعيتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين والتي تشهد حفلة غنائية وعروضا فنية هذا بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة أقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستماع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والطرفيهية بالمدينة كانت هذه مشاهدين الكرام هي الأجواء في المساء في مدينة العالمين الجديدة أما عن الأجواء الآن والمزيد من فعاليات المهرجان في مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية أن تصف لنا الأجواء لديك وكيف هي الأجواء في هذا الجو أرحب بكم من مدينة العالمين الجديدة لازمنا نتابع معكم هذه الأجواء المبهجة المستمرة في كل المناطق المختلفة في مدينة العالمين الجديدة والتي تستضيف فعاليات مهرجان العالمين الآن أتواجد في المنطقة الشاطئية وربما أرى الآن الاستعدادات التي تتم الاستقبال عدد من الفعاليات اليوم أولى هذه الفعاليات بالطبع ستكون للفرقة الإسماعيلية القومية للفنون الشعبية التي ستقدم عدد من فقرات الفنون الشعبية والطنورة اليوم في أجواء مبهجة تستمر على مدار أيام المهرجان بالتعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودائما ما يعني طلاق هذه الفقرات الفنية إقبالا جماهيريا كبيرا خاصة يعني في مساء هذا اليوم سيكون هذا الإقبال الذي يتزامن مع الاستعدادات الأخرى التي تتم لمشاهدة مباراة مصر وفرنسا في الأولمبيات وربما يتم الاستعداد الآن لتجهيز المنطقة الخاصة بالشاشة والخدمة المجانية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمتابعة المباراة اليوم وبالتأكيد كل التوفيق والأمان للمنتخب المصري بالفوز اليوم في الأولمبيات وبالتأكيد سنتابع معكم الأجواء المبهجة التي ستكون في مساء هذا اليوم فيما يتعلق بالفنون الشعبية وفرق الفنون الشعبية التي ستشارك في فعليات اليوم ربما أيضا أتابع استمرار الفعاليات الخاصة بكرة الطائرة الشاطئية واستمرار عدد من الفرق التي تمارس هذه اللعبة على شاطئ مدينة العالمين الجديدة بالإضافة أيضا إلى الاستعداد للانتهاء من التجهيزات الخاصة بمهرجان نبتة الذي سينطلق في الخامس عشر من أجوستس الجاري وربما أيضا أرى بعض الخدمات التي تم إضافتها هنا في المنطقة الشاطئية سواء الخدمات الخاصة بالبريد المصري أو حتى التجهيز لبعض المعارض التراثية والفنون التراثية الخاصة بمعارض وزارة التضامن الاجتماعي أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فبالتالي كل الخدمات موجودة الآن في المنطقة الشاطئية وتقدم خدمتها للزائرين نتحدث أيضا عن استمرار الخدمات الصحية الخاصة بشارع الخدمات الصحية وربما أيضا كنت أرى اليوم توافد عدد من الطلاب من مختلف الجامعات استمرارا للتعاون الذي يتم بين وزارة التعليم العالي والشركة المتحدة وأيضا الوزارات المعنية مثل وزارة الشباب والرياضة وأيضا الشركة لاستقبال أفواج الرحلة اليوم الواحد لاستقبالهم واستضافتهم لمشاركتهم في فعاليات مهرجان العالمين المختلفة سواء كانت الفعاليات الرياضية أو حتى الفعاليات الفنية أيضا اليوم المدينة التراثية ستستضيف أحد العروض الموسيقية الهامة في المصرح الروماني الذي لا زال يستقبل يوميا بعض الحفلات لبعض الفرق المختلفة الفنية التابعة لوزارة الثقافة ربما اليوم أيضا يتم كل أسبوع في يوم الاثنين بعض حفلات الأندر جراوند والراب بوجودهم في المصرح الروماني وسط حضور جماهيري كبير يكون على هذا المصرح إذن مدينة العالمين الجديدة أصبحت جاذبة لأكبر عدد من السائحين ومن الزائرين لاستضافتهم في هذه الأيام في مهرجان العالمين الجديدة للاستمتاع بكل الفعاليات المختلفة التي بالتأكيد سنتابعها معكم على مدار اليوم وكل ما يخص فعاليات مهرجان العالمين الجديدة بالطبع محمود هي مدينة بالفعل جاذبة للسائحين المصريين والعرب والأجانب وأيضا لها سحر خاص شكرا لك وسنتابع معك دائما وزملائنا في مدينة العالمين الجديدة ما يدور من كواليس على أرض الواقع هناك شكرا جزيلا لك وجهنا أبو رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار بوضع تصور لتطوير مستشفى الخنكة للصحة النفسية لتصبح أول مدينة طبية متكاملة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمسنين وخلال جولة ميدانية لمستشفى الخنكة للصحة النفسية أكد وزير الصحة والسكان أن المستشفى بعد تطويره سيشمل جميع الخدمات العلاجية والوقائية وعلاج الأورام إلى جانب خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان وذلك بساعة إجمالية ستصل إلى 1800 سرير استكملت وزارة صحة تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميدانية على المنشآت الطبية في جميع المحافظات أكدت الوزارة على أن المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى صدر الفيوم مضيفة أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والقسم الداخلي والعناية المركزة والمناظير وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى والتأكد من توفر كافة الاحتياجات والمستلزمات التقى وزير الأوقاف أسامة الأزهري مع وزير الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد بسعودية عبداللطيف الشيخ في مكة المكرمة بحث اللقاء أبرز الموضوعات المطروحة على جدوى الأعمال المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية إضافة إلى تفعيل وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين بدعوة من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي شاركت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية لتدريب الدكتورة راشا راغب كمتحدث في مؤتمر المصريين في الخارج في نسخة الخامسة تحت شعار من أم الدنيا إلى كل الدنيا استعرضت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية لتدريب رؤية الأكاديمية فيما يخص مفهوم الاستثمار في الثروة البشرية بالإضافة إلى دور مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة والتي أطلقتها الأكاديمية العام الماضي التي تهدف لإثراء المتدربات بتجربة ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف استقبل وزير قطع الأعمال العام محمد شيمي سفيرة مملكة البحرين لدى مصر فوزية بنت عبدالله تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين شركات وزارات قطع الأعمال العام والشركات البحرينية في عديد من المجالات منها صناعة البيتروكيميويات والتعدين كما استعرض وزير قطع الأعمال العامة الفرص الاستثمارية الواعدة والتطوير والتوسعات الجارية في القطعات الصناعية والإنتاجية أكد وزير الثقافة أحمد هنو أن ملتقى العاصمة يعد نقطة انطلاق قوية لسلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تعتزم قطعات الوزارة تنظيمها اختباعا لتقديم الخدمة الثقافية للعاملين بالدولة وأبنائهم بالمراحل العمرية المتعددة أضف وزير الثقافة أن الملتقى يستهدف خلق بيئة حديثة متكاملة ومتطورة تحظى فيها الثقافة والفنون بأهمية كبيرة لتفعيل أهداف الدولة في بناء الإنسان لتعزيز الهوية الثقافية والحفاظ على التراث الآن جاء موعدنا مع أخبار المال والأعمال لنشرة السادسة أخبار المال والأعمال في هذه النشرة تستعرضها لنا الزميلة مرنائها شكرا لك مصطفى شكرا أداء أهلا بحضراتكم هذه جولة اقتصادية جديدة محليا عالميا صلت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير منظمة التجارة العالمية الذي أشار إلى نمو تجارة السلع الرياضية بثلاثة أضعاف على مدار ثلاثين عاما الماضية أوضح التقرير أنه في الفترة من عام 1996 إلى عام 2022 ارتفعت الواردات السنوية من 15 مليار دولار لتصل إلى 64 مليار دولار وأشار التقرير إلى هيمنة الأمريكتين وأوروبا على المشهد العالمي لواردات السلع الرياضية فيما كانت الصين المصدر الأكثر أهمية للسلع الرياضية في العالم ثمنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتعاون الدولية رانيا المشاط البيانة الختمية الصادر عن اجتماع المجموعة الأفريقية لمحافظة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نيجيريا أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي ودفع شركات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز التجارة الأفريقية لفتة إلى أن زيادة التجارة البينية بين دول القارة تعزز جهود التنمية الاقتصادية وتحفز النمو الشامل والمستدام أكد وزير المالي أحمد داكوجوك تطلع إلى تعبيق الشركات التنموية مع الجانب الياباني في قطعات التنمية البشرية والاستثمار الأخضر وفي أول لقاء له مع السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي قال الوزير أن المدارس والجامعة اليابانية ومتر الأنفاق وتأمين الصحية الشابل ومشروع توليد طاقة نظيفة نماذج ناجحة للتعاون المصري الياباني فضلا عن طرح مصر أول إصدار سندات خضراء في السوق اليابانية على نحو أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين انعقدت الجمعية العامة العادية الأولى للشركة المصرية للسودا أش لإعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2023 كما تم إنعقد الجمعية العامة غير العادية لإعتماد دخول مساهمين جدد بهيكل مساهم الشركة نظرا لعوامل الجذبة التي يتميز بها المشروع كأول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط والمنطقة العربية في ظل وفرة المواد الخام الرئيسية لتلك الصناعة بمصر وهي ملح الطعام والحجر الجيري والأمونيا شهدت البورصات العالمية تراجعا حدنا اليوم حيث هابطت بورصة والستريت بصورة حدة إذن خفض مؤشر ساندرد أنبورز 500 بنسبة تقدر بـ 3.6 من 10% ومؤشر ناستاك بنسبة 6 و3 من 10% كما تراجع المؤشر نيكي الياباني بنسبة تقدر بـ 3.12% وتراجع المؤشر ستوكس الـ 600 الأوروبي بنسبة تقدر بـ 3.1 من 10% إلى 4082.42 نقطة كما تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية عند الافتتاح لتنخفض في باريس بنسبة تقدر بـ 2.42 من 100% وفي لندن بنسبة 1.95 من 100% وفرانكفورت بنسبة تقدر بـ 2.49 من 100% وامستردام بنسبة 3.5 من 100% وميلانو بنسبة تقدر بـ 3.31 من 100% وزيوريخ بنسبة 2.97 من 100% ومدريد بنسبة 2.79 من 100% وأرجع محللون هذا التراجع إلى مخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكية والتوترات في الشرق الأوسط نهاية أخبار الاقتصاد وعود مرة أخرى إلى مصطفى وأتا شكرا لك مرن بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار السادسة ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العنوية الرئيس سيسي يستقبل وزير خارجية تركيا ويؤكد أن نزع فاتي للتوتر المتصاعد بالمنطقة يكمن في إنفاذ وقف إطلاق النار الفوري بقطاع غزة مصر تنفي مزاعم الاحتلال بشأن وجود أنفاق عاملة بلا الحدود مع غزة وتعتبر هذا الحديث هروبا من الإخفاق الإسرائيلي في قطاع غزة الخارجية الإيرانية تستدعي رؤساء البعثات الدبلوماسية لتأكيد الرد على إسرائيل وسلطات الاحتلال تدرس تنفيذ ضربة استباقية وقائية ضد إيران مشاهدين الكرام وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصير شكرا لطيب المتابعة مشاهدين الكرام ودونتم في أمان الله إلى اللقاء شكرا لطيب المتابعة